وشدد وزير الخارجي الروسي سرجي لفروف على أن المباحثات المصرية الروسية تناولت تعزيز التعاون بين موسكو وإفريقيا وضف لفروف أنه تم تقديم معلومات مفصلة عن الوضع القائم في أوكرانيا بناء على طلب من مصر طلب من أخواننا المصريين قدمنا معلومات مفصلة عن وضع الحالة المقائمة الآن في أوكرانيا وتطرقنا إلى الحديث عن القوى الغربية التي تغذي هذا الصراع القائم الآن في أوكرانيا السيد ماركل والسيد بارشينك الرئيس السابق في أوكرانيا كانت هناك مفاوضات وكنا راضين عن هذه المفاوضات ونتائجها ونعمل في شكل عملي في هذا الإطار وأعتقد أن هذا سيكون في صالح الصداقة بيننا